جديد هو يكث أنه أن الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته الجوية وإيضا قصف المدفعي على المناطق الوسطى على وجه التحديد من قطع غزة وإيضا المنطقة الجنوبية وتحديدا مدينة خانونس في المنطقة الوسطى الجيش الإسرائيلي يعني منذ ساعات صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة يقوم بغارات بين الفينة والأخرى يستهدف من خلالها منازل المواطنين الفلسطينيين خاصة في المخيمات التي تتواجد في المنطقة الوسطى وغية مخيم النصيرات ومخيم البريج ومخيم المغازي وأيضا مخيم دير البلح ومدينة دير البلح والتي تعرضت المنطقة الوسطى هذا اليوم لهذه الغارات الإسرائيلية والتي أدت على الأقل إلى سقوط ثلاثين من الضحايا والعشرات من الجرحى والمصابين والذين تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح ولا زال هناك أعداد من الضحايا تحت ركام عدد من المنازل التي تم استهدافها في المنطقة الوسطى أما في المنطقة الجنوبية وتحديدا في مدينة خانيونس وتحديدا الأحياء الشرقية من هذه المدينة كبني سهيلة وعبسان وأخزاعة وأيضا منطقة القرارة كل هذه المناطق الشرقية يكثف أيضا الجيش الإسرائيلي من غاراتها الجوية على عدد كبير من منازل المواطنين هذه المنطقة هي ذات كثافة سكانية عالية في مدينة خانيونس وكل مدينة خانيونس أيضا ذات كثافة سكانية عالية يستهدف الجيش الإسرائيلي المنازل المأهولة بالسكان ما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى في صفوف المواطنين وغالبيتهم من النازحين أيضا في مدينة خانيونس في المأحياء الشرقية يواجه الجيش الإسرائيلي معارك دارية مع المقاومين الفلسطينيين خصوصا من كتاب القسام وأيضا من سرايا القدس والذين يقون جرحى وقتل في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي أما هنا في مدينة غزة كان خلال الساعات الأخيرة عملية استهداء من قبل طائرات حربية إسرائيلية لأعداد كبيرة من المواطنين بين مفرق فلسطين ومفرق السرايا في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عشر من الضحايا والعشرات من الجرحى والمصابين في صفوف المواطنين وغالبيتهم من الشبان والفتية في تلك المنطقة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشفاء هذا يرفع عدد الضحايا الذين سقطوا هذا اليوم في مدينة غزة وأحيائها المختلفة إلى 22 ضحية والعشرات من الجرحى والمصابين أما في المناطق الشمالية من قطع غزة وتحديدا في بلدة جباليا ومخيم جباليا الجيش الإسرائيلي كان قصف خلال الساعة الأخيرة على الأقل خمسة من المنازل ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى والمصابين في صفوف المواطنين الذين نقل غالبيتهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيتلاهية المجاورة لجباليا ومخيمها ترجمة نانسي قنقر